اكد سعدة الدكتور محمد بن مبارك من دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ اكد ان مملكة البحرين تشهد تطورا بارزا في قطاع النفط والغاز من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات الحيوية التي يجري تنفيذها وفق استراتيجية مدروسة توفر للقطاع الاستدامة جاء ذلك خلال افتتاح سعادته فعاليات النسخة العاشرة من مؤتمر الشرق الاوسط لزيت الوقود المتبقي والتكنولوجيا المحفزة في الانتاج رؤى وافكار وحلول ابداعية لرفع المستوى البترولي تبادلها نخبة من الخبراء في الشركات المتخصصة بمختلف جوانب الصناعة النفطية المحلية والاقليمية والعالمية في مؤتمر الشرق الاوسط العاشر الذي نظمته وزارة النفط والبيئة بالتعاون مع الشركة الاوروبية للاستشارات البترولية وشركة بابكو انيرجيز وبدعم عدد من الشركات ذات العلاقة بالنسبة لهذا المؤتمر هو مؤتمر حيوي مهم ياخد في عين الاعتبار احد اهم الاشياء او اهم المواد اللي الصعب انك تتخلص منها في المصفاة وهو البتم اف دبار اللي يسمونه بالانجليزي فهذا المؤتمر يتطرق الى احدث التقنيات اللي يتعالج مثل هاي المواد حتى تزيد العائد المادي بالنسبة للمصفات من هاي المواد دورنا كاستشاريين احنا دائما يكون دورنا ان نعطي دراسات وتطلعات حق السوق بالنسبة لهاي المواد الاسعار واشلون راح تتغير على المدى البعيد والقصير ناقش المؤتمر المحاور التي من شأنها تحفيز وتحسين التقنيات الصديقة للبيئة وتحقيق الاهداف والمبادرات التي تسعى لها المملكة للوصول الى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 بالاضافة الى تنفيذ الخطط الرامية الى التقليل من انبعاثات ثانيكسيد الكربون شاركات دائما تفيد لنقل التجربة نلاحظين ان الاجندة لهذا المؤتمر ايضا ركزت على موضوع البيئة والكاربون مونوترينج سي او مونوترينج وايضا اليونت سستينباليتي كما طرح المؤتمر عددا من الموضوعات منها السوق والاتجاهات والتحديات وطرق تحويل مربحة وابتكارات العمليات والتكنولوجيا الحديثة والابتكارات والتطورات المحفزة وكفاءة الطاقة وغيرها من المواضيع ذات الاهمية في الوقت الراهن ترجمة نانسي قنقر